جدد مجلس الوزراء السعودي ترحيب المملكة بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب وتطلع المجلس في اجتماعه الذي عقد مساء الثلاثة عبر الاتصال المرئي برأسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود أن يسهم القرار في وضع حد لأعمال الميليشيا وداعمها وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم مؤتما أن يؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة لإنهاء الأزمة في اليمن وتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث